اشتركوا في القناة في مزائر يومي الاول والثاني من نومبر 2022 مبرزة انه ابلغ بذلك ناصر بوريطا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقينين بالخارج بشكل رسمي ونهائي مساء امس الاحد 30 اكتوبر وذلك بعدما كان قد قرر في السابق الحضور شخصيا واوضحت المجلة الصادرة من فرنسا انه كان من المقرر بالفعل ان يحضر الملك حيث كانت البعثة المغربية المكلفة بتنظيم الزيارة موجودة في الجزائر لكنها غادرت يومه الاثنين على الساعة الحادية عشرة صباحا وتقرر ان يمثل بوريطا المملكة في اشغال القمة واضافت ان العاهل المغربية كان قد قبل الدعوة التي تلقها من الرئيس الجزائري ووفق جونفريك فان الملك محمد السادس كان من اوائل الزعماء العرب الذين قرروا المشاركة لكن من منظور السلطات المغربية فان الجزائر لم تحتفظ ولو بقدر يسير من المعاملة الدبلوماسية لوزير الخارجية ناصر بوريطا والوفد المرافق له بالاضافة الى ان المغرب لا يقبل استمرار مهاجمته من طرف وسائل الاعلام الجزائرية لكن المصدر ذاته ربط الامر بغياب جل الزعماء العرب ويتعلق الامر بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد ابن سلمان وملك الاردن عبدالله الثاني ورئيس دولة الامارات محمد ابن زايد النهيان وسلطان عمان هيثم بن طارق وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى الخليفة وأمير الكويت نوف الأحمد الصباح والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأمس الأحد قالت جونفريك أن الملك محمد السادس لم يتخذ إلى حدود الساعة أي قرار بشأن المشاركة في القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء وأضافت نقلا عن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا أن الملك محمد السادس في الوقت الراهن يراقب ويتابع مسار الأحداث وسيقرر متى يحين الوقت لإعلان مشاركته إذا تم استفاء شروط هذه المشاركة فضلا ادعموا قناتكم لنرقبها